الفيديو ده مش هينجح لأنه مهم ولكن ما تزعلش أنا حاسس بيك أنت كويس ونفسك تنفع غيرك بس محدش مهتم عشان كده تعال معي أحكي لك حكاية صغيرة كان فيه اتنين صحاب قرر ان هم يبقوا اصحاب محتوى ولكن فكرهم مختلف الاولاني قرر ان هو يفتح حساب يغني ويرقص فيه والتاني فتح حساب ينشر فيه معلومات تفيد الناس الاولاني جاب مليون متابعة في شهر واحد والتاني جاب ميت متابعة في نفس الشهر الاولاني بيزيد وبينجح وبيجيب فلوس ومشاهدات وشهرة اما التاني حس بإحباط شديد لأن ولا فيه مشاهدات ولا فيه اي حد مهتم طب دالي هل الدنيا ظلمة للدرجة دي ولا الناس دي صح واحنا غلط ولا اي انا بقتش فاهم انا عاوزك بس تفكر معايا لدقايق واتفهم القصة كلها الفكرة ان اي حد عاوز يعمل محتوى محترم سواء بقى كان ديني فبيعلم الناس دينها او دنياوي كرس مثلا في اي مجال بيشرحوا فده نوع من انواع العلم والعلم لازم انت اللي تروح له مش هو اللي يجيلك اما الهلس والاغاني والرأس والمقالب والحاجات الهايفة دي هتلاقيها هي اللي بتيجي لحد عندك وفي كل المنصات وبتسبب لك شعور كده باللذة وده بسبب حاجة علمية اسمها الدوبامين وده هرمون من هرمونات السعادة وبيخليك جايما كده مبسوط فحلو ده خلينا عطول مبسوط كده وانا مش محتاج انا ابحث ووجع دماغي انت بس تفتح اي منصة هتلاقي النوع ده موجود في كل مكان وملايين المشاهدات بس انا اسألك سؤال انت هتستفيد اي من ده كله وقتك اللي هو عمرك بيضيع صحتك في النازل عقلك وانتاجيتك صفر يعني حرفيا مفيش اي فايدة في الموضوع ولكن على الصعادة الاخر انت ممكن تتعلم حاجة تفيدك سواء كرسي في مجال التكنولوجيا او الطب او التاريخ او الادب انت اللي هتتعب علشان تجيب المعلومة فهتلاقي فرق واضح بين اللي بيدور وبين اللي مستعمل معلومة جيله واللي بالمناسبة عمرها ما هتيجي واللي هيجي بس هو الهلس عشان كده طبيعي تلاقي فيديو مهم جدا ومع لهوش مشاهدات وطبيعي تلاقي فيديو تافه وعليه ملايين المشاهدات وخد بقى الحقيقة المرة للفيديوهات الهبطة دي والحقيقة ان الفيديوهات دي عمرها قصير والمغني او الراقصة او الممثل او غيرهم هيتنسا وهيتمحها من الوجود اما اللي بينشر ما ينفع الناس اللي بينشره ده هيفضل سنين كتيرا جدا بامر اللام ولو قدر ان هو يفيد واحد بس كده هو نجح لان ممكن الواحد ده يبقى عالم كبير يخدم امه كاملة فحب اقولك ان الفيديو ده نجح ان واحد بس شافه واستفاد منه ولو مش مصدقني اسمع الاية دي بسم الله الرحمن الرحيم فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض بتهاية اللي كده الامور وضحة وبس كده دول كلمتان انا كنت عزيز الهم لك النهاردة واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله سلام